نعم أحمد كما كنا تحدثنا في الرسالة السابقة عن تعرض موقع للجيش اللبناني في تلة العويضة لاستهداف إسرائيلي من الدبابات المركافة قبل لحظات أصدر الجيش اللبناني بيان أكد فيه استهداف استشهاد عسكري وجرح ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفى ولكن أيضا بحسب المعلومات للعربي فإن الجرحى الآخرون هم أيضا في حالة بعضهم في حالة حارجة إذن استشهاد عسكري وجرح ثلاثة آخرين في استهداف إسرائيلي مباشر على ما يبدو للموقع العسكري اللبناني في تلة العويضة هذا الاستهداف ليس الأول أحمد يعني كان هناك استهدافات كثيرة للجيش اللبناني إن كان لبعض الدوريات المسيرة أو حتى للمواقع الجيش اللبناني خاصة موقع الجدار على سبيل المثال في تلة ترميش إذن هذا ليس الاستهداف الأول ولكن أيضا إذا ما أردنا أن نتحدث عن التحديثات قبل لحظات أيضا أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بغارتين على بلدة زبقين بحسب المعلومات الأولية الغارات كانت داخل البلدة وعلى ما يبدو بأن هناك أيضا إصابات التصعيد الإسرائيلي واضح اليوم كثافة نارية كبيرة جدا إن كان بالمدفعية الإسرائيلية أو بقذائف الدبابات أو حتى بغارات الطيران الحربي اليوم تعرضت كل البلدات أو أطراف البلدات على طول الحدود اللبنانية لقصف مركز من قبل المدفعية الإسرائيلية أيضا كان هناك استهداف منزلين بغارة جوية إسرائيلية في عيت الشعب ومن الواضح بأن وطيرة استهداف المنازل بدأت تزيد يوما بعد يوم ولكن أيضا في المقابل أحمد هناك من يرى بأن التصعيد الإسرائيلي ربما يفسر الخسائر التي يتكبدها على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة خاصة وأن عمليات حزب الله في الآونة الأخيرة تحديدا اليوم ويوم أمس وفي الساعات الماضية تتركز بشكل كثيف على القوات الاحتلال في المواقع الإسرائيلية يوم أمس على سبيل المثال كان هناك استهداف لسبع مواقع حيث يتواجد أو تتواجد قوات الاحتلال وأكد حزب الله في بياناته بأن معظم القوى إن كان في الأليات العسكرية أو قوة المشات سقطت بين قتيل وجريح لذلك هناك من يعتقد بأن هذا التصعيد الإسرائيلي مرده إلى أنه يتكبد خسائر كبيرة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة إذن الأوضاع الميدانية تصعيد واضح اليوم كثافة نارية من المدفعية الإسرائيلية وحتى من الغارات الإسرائيلية التي على ما يبدو أنها متواصلة في هذه الأثناء على القطاع الغربي نعم أحمد